قال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كونستنتين إليسيف إن تقديم تنازلات وفق شروط روسيا هو سياسة خاطئة للسلام في أوكرانيا مؤكداً أن بلاده تتخذ قرارات وفقاً للمصالح الوطنية ووفقاً لإليسيف فإن هذا الأمر يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية وهي الالتزام بالتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي ورفض العودة إلى الحقبة السوفيتية وفقدان الاستقلال وكذلك عدم المتاجرة بأراضي البلاد وأضاف المسؤول الأوكراني أن أقليم الدنباس وشبه جزيرة القرم هي أراضي أوكرانية وفق القوانين الدولية ولن تستخدم هذه المناطق لتقديم عطاءات للسلام وأكد إليسيف أن الانتخابات بمنطقة الدنباس لن تتم إلا بعد التحرير الكامل لها من المعتد الروسي كما يجب أن تقام الانتخابات وفق القانون الأوكراني ومعايير منظمة الأمن والتعاون ترجمة نانسي قنقر